شارك سعادة الدكتور عبداللطيف براشد الزياني وزير الخارجية في اجتماع المجلس الوزري لمجلس التعاون في دورته الثامنة والخمسين بعد المئة والذي عقد اليوم في مدينة الدوحة بدولة قطر الشقيقة برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية للتحضير لاجتماع الدورة الرابعة والاربعين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون بحضور اصحاب السمو المعالي وزراء الخارجية في دول المجلس ومعالي الاستاذ جاسم محمد البديوي الامين العام لمجلس التعاون هذا وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدوى الاعمال المجلس الوزري بما في ذلك متابعة تنفيذ قرارات المجلس الاعلى لمجلس التعاون وقرارات المجلس الوزري والتوصيات المرفوعة من اللجان الوزرية والمجالس المتخصصة في مجالات العمل الخليجي المشترك والتقارير التي أعدتها الامانة العامة بشأن القضايا المتعلقة بمسيرة التعاون الخليجي المشترك وسارض الوزراء الموضوعات المقرر إدراجها على جدوى الاعمال أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في دورة المجلس الاعلى الرابع والاربعين التي ستنعقد في الدوحة يوم ثلاثة الخامس من ديسمبر الجاري وبحث المجلس الوزري أوجهة عزيز العمل الخليجي المشترك بما يحقق تطلعات مواطنية دول العضاء ويحفظ أمن المنطقة والسكرارها والزهارها كما ناقشوا تبادل الدعم بين الدول العضاء والتنسيق المشترك في المحافل الدولية هذا وناقش المجلس الوزري مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات الرهنة في قطاع غزة ومحيطها وأكدوا على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني وضرورة مواصلة جهود التنسيق والتعاون والعمل للوقوف الفوري للحرب في قطاع غزة